أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من مجلته الدورية أفاق صناعية والذي جاء بعنوان لانتقال إلى الثورة الصناعية الخامسة وتضمن العديد من مقالة الرأي لعدد من الخبراء والمتخصصين الذين أوضحوا أهمية تلك الثورة كما تناول العدد مستقبل الثورة الصناعية الخامسة في مصر من خلال استعراض مجموعة من الفرص الممكنة لعدد من التطبيقات في المجالات الرئيسية منها التعليم وتعلم مشيرا إلى أن مصر شهدت التوجه نحو إنشاء عدد من الجامعات الجديدة المتخصصة والتي تواكب الدخول في الثورة الصناعية